تعالوا نروح سريعا كده لنص أقوال الحكم محمد عادل أمام الجهات المسؤولة في واقعة التسريب الصوتي محمد عادل حكم الدولي تقدم بتلات بلاغات في النيابة العامة اليوم الأربعاء وتم الاستماع لأقواله أمام الجهات المسؤولة لمدة استغرقت ست ساعات اطلعوا فيها على التسريب الصوتي وكافة المستندات والسديهات التي تقدم بها الحكم بتهمة التشيير والتزوير محمد عادل قال أمام الجهات المسؤولة أن التسريب الصوتي مفبرك ويتضمن جمل لم تصدر منه خلال حديثه محكم تقنية الفيديو ميدو سلامة محمد عادل طالب بالتحقيق مع كل من اتهمه بتعمد منح الزمالك الفوز أمام البنك الأهلي ميدو سلامة ما قدمش بلاغ ليه ميدو سلامة طرف الموضوع ما قدمش بلاغ ليه ما حضرش الجلسة هقولك ليه لأنه في النهاية ميدو سلامة بيجيب الحكم يوري له الحالة هو بقى اللي بيحسن لا أولا كابتال جابر صدق قسم الطاقم اللي هو التحقيق معهم أو سماع الاستماع ليهم لقسمين لسه بجيش تضر ميدو سلامة عايز أقول لكم بس معلومة وفتكروا كلاميه بكرة اتحاد الكرة هيجتمع وهيقيل لجنة الحكام بالكامل بكرة اتحاد الكرة هيعلن عن رحيل كابتن محمد فاروق عن رحيل كابتن إبراهيم نور الدين عن رحيل كابتن سيد مراد محمد فاروق عن رحيل كابتن محمد فاروق قلت في البداية كل اللجنة هتمشي وده وعدهم لمحمد عادل ومحمد عادل كمان قال ان اللي صرب الفيديو عضو في اللجنة قال كده يبقى عارف يبقى عارف وقال وقالوله في الاتحاد لما هنمشي اللجنة بتقدم بشكوى رسمية ضد الشخص وفي النهاية كمان النيابة هجيب لك حقك يعني النهاية النيابة القانون هجيبك لك حقك ونيابة هنعرف من خلالها مين اللي صرب الفيديو ده كلام كابتن محمد عادل